السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم حلقتنا عن انتقال المريخ من برج السرطان لبرج الأسد اللي رح ينتقل الساعة 13.11 دقيقة من صباح يوم الأحد 21.6 ورح يظل كوكب المريخ في برج الأسد حتى تمام الساعة 11.39 دقيقة من ظهر يوم الاثنين عشر سبعة يعني من يوم 21.6 لا عشر سبعة أي قرابة الأربعين يوم كوكب المريخ هو المسؤول بتأثيراته عن الطاقة والنشاط والجراءة والقدرة الجنسية هاي الأشياء اللي بيتحكم فيها صفاته الإيجابية لما بكون سعيد بعطينا الشجاعة والإقدام حب المنافسة الجراءة الاندفاع الطاقة للعمل الناحية الجنسية أو القدرة الجنسية أما لما يصير سلبي فهنا تدخل عندنا الجدال والقسوة والتسرع يعني عند غير مبرر بيكون من المعروف أن كوكب المريخ هو كوكب الحركة والنشاط والإندفاع والرغبات وهو كوكب الدم والنار طبعا العرب القديم والدول القديمة والفلكيين القدامى في كل علوم الفلك كانوا يسمون نحس الأصغر وكانوا يتشاؤموا منه ومن حركته طبعا عادة إحنا لما بصير في أي حركة للمريخ بده ينتقل من برج لبرج قبله بخمس أيام وبعده بخمس أيام من الانتقال منصير نحذر الناس أنه هاي فترة فوضى بتزيد فيها المشاكل والمشاحنات وأيضا الحرائق والدمار والعصبية والعنف بعمل خلل الآن مع الانتقال زي ما ذكرنا في حلقة التقابل مع بلوتو حلقة خاصة موجودة على القناة من عشر أيام تقريبا أو أكثر شرحنا في هاي الزاوية حكينا عن تأثيراتها وسلبياتها وأنها بتحذر بأشياء كبيرة موجودة فيها طبعا هاي الزاوية هذا الانتقال بده يصير الانتقال والزاوية هاي موجودة بين المريخ وبين بلوتو وزاوية تقابل المريخ اللي له علاقة بالعنف والعصبية والدمار والحرائق والأمور هاي وبلوتو اللي أساسا هو يعني منسميه كوكب الدمار اللي بيدمر عشان يبدأ من أول وجديد دمار وعنف كبير بهذا الكوكب فاثنين مع بعض تقابل معناته أحداث مش سهلة زاوية التربيع السلبية أيضا المتشكلة ما بين المريخ وما بين المشتري برضو إلها علاقة بالعنف وإلها علاقة بالنصب والإحتيال والاغتيالات والخسارات المالية وأيضا إلها علاقة بالمفاجآت اللي يعني بكون الواحد ماعتمد على الحظ بعدين بتصير عنده خسارة يعني بمعنى آخر إنه الفترة القادمة هاي فيها كثير من الحوادث العنيفة والقصومات والحرائق ونوع من أنواع التوتر على نفوس الناس عموما والخسارات المالية فعشان هيك ما في داعي نعتمد على الحضود بدنا نعتمد على المجهودنا بدنا نضبط أعصابنا لآخر نفس ممكن بعض الأشخاص يشعروا بضيق بدون ما يعلموا السبب بالتحديد ولكن هو السبب معروف وأيضا في زاوية رح تتشكل في من نص شهر الشهر السادس وحتى نهايته هي زاوية تربيع سلبية بين كوكب المريخ وما بين أورانوس اللي هاي ما بتقل خطر عن الزاويتين وخصوصا أيضا عن زاوية التقابل ما بين المريخ وما بين بلوتو وأورانوس معروف عنه كوكب المفاجآت اللي بيجيب أشياء بشكل مفاجئ وعنيف أيضا فعشان هيك يعني رح يكون فيه عنف بشكل مفاجئ وبدون حسابات طيب هسا بالنسبة للمريخ ليش بأثار هاي التأثيرات ذبذبات كوكب المريخ والتردد العالي بأثر على الغدد وخصوصا الغدد اللي هي الغدد الصنوبرية أو تحديد أكثر هو بيلعب بالهرمونات اللي إلها علاقة بالهرمونات الجنسية فعشان هيك بنلاقي هاي الهرمونات خلل الهرمونات تعمل فوضى مع الناس بالمزاج والعصبية والحدية والاكتئاب والتوتر والانفعال والغضب والتسرع أيضا ودخول المريخ لبرج ناري برح يركز على أمور إلها علاقة بالنار والعنف والتفجيرات والجنس أيضا عادة الأشخاص اللي بينولدوا المريخ بكون في برج الأسد في خارطة الميلات تاعتهم هذول أشخاص قياديين ما بيخشوا المنافسة عندهم طاقة عالية جدا للمنافسة بطبعا المنافسة الشريفة إلا إذا كان مشكل زوايا سلبية لا هذا إنسان ما بيهموش حد يعني ودائما هذول الأشخاص بيسعوا لمركز قوي في المجتمع إن كان في عملهم كان بيلعبوا رياضة إن كان بيدخلوا بمنافسات بطولات أشياء زي هيك فهذولا مبدعين يا عمي فكنا من هالقصص هاي وتقع تشرح لنا هاي المسال رحلنا خلينا نشوف شو تأثيرها على أبراجنا طيب طيب ماشي كبستوا لايكوا ديسلايكوا كومنتوا شيروا هذولا قبل ما أروح ولا أظل ساكت لحد يثما تكبسوا وبعدين أكمل يلا يلا روحوا كبسوا خلص بحكي بحكي وكبسوا برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بدكوا تنتبهوا لأنه رح يكون في بيت الحض بيت الرغبات بيت الأبناء فيعني بدكوا ما تبالغوا في تجربة حضودكم هذا الشهر ما تراهنوا على الحض نهائيا ما تدخلوا في أي مشروع جديد إلا بشكل مدروس وواضح بعيد عن المبالغة بدكوا تحذروا في علاقاتكم مع الشريك العاطفي من العصبية وفرض السلطة والسيطرة والأمور هاي ما تحاولوا فرض أي شيء بالقوة على طرف الآخر بدك تكون طبيعي على عادتك ولكن بدون عصبية وما تبالغ بإظهار مشاعرك خلال هاي الفترة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بدهم يحذروا موليد برج الثور لأنه هو رح يكون في بيت البيت إلو علاقة بالعائلة بالمنزل بالأشياء هاي عشان هيك أول تحذير للستات اللي بيشتغلوا بالمنزل من أدوات المطبخ الحادة ومن النيران النيران طبعا الأشخاص اللي بيشتغلوا بأعمالهم تدخل النيران برضو بدهم يكونوا حذرين وأيضا بعلاقاتكم مع أبناكم عليكم ضبط رغباتكم من وأيضا لأنه في نوع من أنواع التمرد رح يكون على القوانين خلال هاي الفترة وممكن تتواجه بعض الاعتراضات أو المواجهات اللي بتزعجك وخصوصا العائلية أكثر من الخارجية حاول أنك ما تطلب من الشريك العاطفي أي شيء فوق طاقته لك تكون أكثر وضوح في التعبير عن مشاعرك ورغباتك الأهم أنه تنتبه بعلاقاتك العائلية والمنزلية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هو في البيت الثالث لا إلك بيت النشاط والحركة والتنقلات والاتصالات فرح تشهد هاي الفترة النشاط كبير على مستوى الانتقال والتنقل والسفر القريب واللقاءات السريعة وممكن تفرح بخبر أو بإنجازات ولكن بدك تنتبه من الحوادث عرض طرقات أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء حركتك لأنه عندك حب للإندفاع والمغامرة المريخ بعزز لك هياها هذا الشيء بسبب لك يعني أشياء مفاجئة ما منحب أنها تصير معك ولكن بدك تحذر أيضا من انفعالاتك وتوترك وخصوصا مع علاقتك مع الإخوة أخواتك مع وسطك مع محيطك مع جيرانك عشان هيك بدك تضبط نفسك خلال التواصل أو الاتصال مع الآخرين من الانفعال والعصبية والغضب أيضا على الطلاب اللي بالمراحل الابتدائية أنهم ما يتسرعوا أثناء تقديم الامتحانات حاول أنك تكون لين وتراجح حالك أكثر من مرة عشان تكون متأكد من الإجابة حاول أنك تبادر بكسر البرود العاطفي شوي بالفترة هاي لأنه برضو الطاقة العاطفية عندك رح تكون عالية جدا ولكن بدك تسيطر على رغباتك وعلى شهوتك ممكن تظهر مشاعر ورغبات حقيقية اتجاه الشريك بوضوح ولكن زي ما حكينا تركز ووضح برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا دخول المريخ لبيت المال يعني هنا بتكثر عندكم الأرباح اليومية وفي أموال رح تجيك ولكن المصاريف رح تصير أكثر التبذير أكثر المجازفات أكثر ممكن يكون المال أكثر بيجي من مجهودك الشخصي أو من عمل إضافي أو تعويض أو قروض أو ديون أو مستحقات أو هدايا حتى ولكن بدك تنتبه من الإصراف بشكل والمصرفات والتبذير بدك تكون يعني في الفترة هاي حذر جدا لأنه النفقات ما رح تنتهي وحاول إنك ما تدخل في معاملات مالية وحاول إنك تعطي شريكك العاطف في فرصة للتعبير عن نفسه بعيد عن التوتر والتسرع برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما في أي شك إنه دخول المريخ لعندك رح يعطيك طاقة عالية جدا ورح يعطيك شحنة قوة نار كامنة فيك ونشاط وحيوية واندفاع عالية جدا واندفاع برج ورح وحيوية وإذا هذه الطاقة ممكن تخليك تتهور وترتكب أخطاء أنت بغنى عنها رح تظهر رغباتك بشكل واضح للآخرين ورح تكون شخص غير مبالي بالصعوبات والعقبات ولكن بدك تحذر من التسرع في الحكم على الأشياء وحاول أنك تخفف من انفعالك في التعامل مع الآخرين وما تبالغ في تقدير قوتك الجسدية حاول أنك تكون على طبيعتك وعلى حقيقتك وأنك تعبر عن أي شي جو نفسك وعن مشاعرك ورغباتك بعيد عن الضبابية والموارة بيكون صريح برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا المريخ رح يكون في بيت متاعبك يعني بدك خلال الفترة القادمة بتكون حذر كثير من الأماكن المجهولة بالنسبة لإلك ومن التعامل مع أشخاص مشبوهين أو غير موثوقين عندك طبعا هنا في أشخاص رح يحاولوا التقليل من شأنك أو أنهم يكيدوا لك بالخفاء أو من وراء الكواليس فعشان هيك بدك تكون حذر وتعرف عدوك من صديقك وما تبالغ في تضخيم الأمور اللي ممكن إنها ما بتستحق هذا الإشي تمتلك جاذبية كبيرة وخصوصا لأفراد الجنس الآخر خلال هاي الفترة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا التركيز رح يكون على علاقاتك بأصدقائك فحاول دائما إنه تكون المعاملات على أرضية من الهدوء بعيد عن الانفعال ولكن بدون إنك تتنازل عن حقك أو عن حقوقك المشروعة وإنك تظهر اللي جواك عليك الحذر من الأشخاص بيدعوا صداقتك خلال هاي الفترة لا سيما من الغرباء لا تدخل في مواجهة مباشرة مع أي شخص فحاول إنك تكون هادئ في التعبير عن مشاعرك ورغباتك اتجاه الشريك وخصوصا كريك العاطفة حاول إنك تكون بعيد عن الأنانية حاول برضو إنك تستعيد بهجة الحياة لأنه تعتبر فترة أجمل وخصوصا إنه الفترة هاي رح تشوفها بصورة ثانية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا المريخ هو كوكبك ولكن وجوده بالأسد في بيت السمعة فعشان هيك بدك تكون يعني حذر من بعض التأثيرات سمعتك ترقيات علاقات مع المسؤولين علاقاتك مع المسؤولين بتكون متوترة ولكن بالنسبة للسمعة والترقية إذا التزمت باللي أنا رح أحكيه اعرف إنه هذول الأشياء بتصير إيجابيات وبتصير بأعلى قائمة التأثيرات اللي ممكن تحصل عليها حاول إنك تبعد عن المواجهات المباشرة فترة غير مناسبة لطلب الترقيات ليش؟ لأنه وإنه في زوايا حادي حاول إنه يعني تضبط أعصابك وردات فعلك اتجاه أشخاص لأنه ممكن يحاولوا التقليل من شأنك فإذا صار هذا الشيء ما ترد عليهم بالعنف حاول إنك تحافظ على هدوءك المعتاد خلال هاي الفترة اللي بد يكون فيها المريخ في الأسد حاول إنك تكسر الجمود العاطفي اللي بيسيطر عليك وإنك تعيش الحياة ببساطة ووضوح أيضا يعني بمعنى آخر لا مجازفات لا مغامرات لا عصبية لا حدية بالطباع هاي أهم شيء والأهم أنك ما تطلب ترقيه خلال هاي الفترة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا خلال هاي الفترة المريخ رح يكون في البيت التاسع فعشان هيك هذا بيت السفر والدراسات العليا عليك الحذر خلال السفر الخارجي من تعطيلات في المعاملات الورقية في المطارات في الحدود فقدان أغراضك إذا بتصياء السياقة على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر منها وكون حذر في التعامل مع الغربة أو في الدخول إلى أماكن مجهولة بالنسبة لطلاب الدراسات العليا هاي فترة بتحتاج لكثير من الانضباط والدقة للوصول إلى النتائج المرجوة وحاول أنك تكون حاول أنك ما تكون غير مبالي بمشاعر شريكك العاطفي ورغباته خلال هاي الفترة وحاول أنك تقبل أو تتقبل ما بتطلب منك ضمن الحدود المعقولة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر المريخ رح يدخل على البيت الثامن هذا بيت له علاقة بالأمواء بالتركات بالعقارات له علاقة بالأموال المشتركة هذا بيعني عليك الحذر والانتباه في كل المعاملات العقارية والبيع والشراء ونقل الملكيات أو من التعويضات والأموال الموهوبة أو القروض البنكية احذر من المخادعين خلال هاي الفترة وحاول أنك ما تدخل في معاملات قضائية لأنها يعني ما رح تكون مثل ما بتحب وحاول أنك يعني ممكن تدخل في بعض اللقاءات اللي تدخل البهجة على قلبك وعلى هيك يكون في رغبات متبادلة بين الطرفين أو للتقارب ولكن حاول أنك ما تفرض السلطة وما تتعزز برضو برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا المريخ رح يكون مقابلك تماما في بيت الشراك المالية والعاطفية فعشان هيك بدك تكون هادئ في علاقاتك العاطفية بعيدة عن التشنج والتوتر وما تحكم على الأشياء من ظاهرها عليك دائما أنك تفهم الأسباب انتبه لا انفعالاتك وبدك تكون على طبيعتك المرحة وانتبه أيضا لشركائك في العمل وما تدخل في أي شراكة جديدة ممكن تشعر بالرغبة اتجاه أشخاص بتحبهم أو تحس أنك مقيد أو فيه هيك إشي يعيق مشاعرك اتجاهه يعني فيه إشي يعيق هاي المشاعر وحاول أنك ما تدخر جهد في التقاط الفرص الحميمية خلال هاي الفترة برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا بدك تنتبه عزيز الحوت لأنه رح يكون في بيتك السادس يعني بيت العمل وبيت الصحة فهذا بيعني أنه الانتباه أكثر في علاقاتك مع زملائك بالعمل ابتعد عن كل شيء بثير الشبهات أو المواجهات المباشرة مع أحدهم مع زملائك مع رؤسائك بالعمل لأنه بعض الخلافات في وجهات النظر بعد مرات بثير عصبيتك فعشان هيك ممكن تتطور وتصير خلافات شخصية انتبه لصحتك وحاول أنك تنتبه لجهازك العصبي والعمود الفقري وخصوصا من رفع أوزان ثقيلة أو من حركات مفاجئة فإصابات أسفل الظهر بتكون موجودة على الساحة وبرضو حاول التعبير عن رغباتك بالطريقة اللي بترضي اللي بترضيك أنت وبترضي الطرف الآخر وما تعتمد على إخفاء ما يجب إظهاره حطيته لايك وديسلايك وكومنت أنا عارف أنا أحبطك أنا بالتوقعات يعني هذا المريخ وزوايا سلبية وجاي يعني خربطت الدنيا كلها ولو أنه قدامنا ضربناك على هالحكي هذا وجاي بتقولنا حط لايك لا بدنا نحط دسلايك حطوا دسلايك طيب حطوا دسلايك وسبوا علي وقولوا لي أنه هذا الإشي ما رح يصير يعني بتمنى أنه كل اللي أنا حكيته هذا ما يصير ولكن التنبيهات واردة عشان هيك بتكون تأخذوها بعين الاعتبار وبتمنى أنها ما تصير واحتياطك فرح يكون لمصلحتك هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر